السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان الحمد لله والصلاة والسلام على أصرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمدين وعلى الله وصحبه وسلم اجمعين احباء في الله روية البقرة في المنام من الاحلام المهمة جدا لدى الحالم او لدى الرأي البقرة في المنام احباء في الله ترمز لرزق ترمز لصحة الرأي نفسه ترمز في قدوم خير وغنى ودى هنتعرف عليه ان شاء الله في دايق معدودة في كل ما تعلق برؤية البقرة في المنام الشخص الرأي ازا شاف في منامه بقرة بقرون دا بيدل على الرزق وعلى الصحة اللي هينالها بإذن الله في حياته والبقرة السمينة عمتا برضو بترمز الى الخير والغنى اللي هيناله الرأي بإذن ربنا في الفترة المقبلة لربما شخص شاف في منامه ان في بقرة جات عند باب بيته او ان في بقرة كانت في الطريق فهو بيحاول ان هو يدخلها مع البيت او بيحاول ان هو يمسكها لكن ان شاء الله يعرف ان في خير جايله في الفترة المقبلة ولا ربما ان في شواء تعب يعني قابلهم اثناء ماسكه بالبقرة او اثناء النيابة لحقه وكده ولكن هو رزق هيجيله ان شاء الله حسب حالته سواء كان زواج سواء كان مال هيجيله بإذن الله من عمل سواء مشروع مشروع ده هيكون بإذن الله مربح ليه جدا البقرة الضعيفة عمتا دي بتدل على مشاكل بتدل على ازمات في حياة الرأي وربما ترمز البقرة الضعيفة الهزيلة في المنام ربما ترمز للفقر ولذلك لما جيف قصة سيدني يوسف عليه السلام عندما كان في السجن لما شاف عندما رأى الملك سبع بقرات عجاف يأكلهن سبع بقرات سمان السيدني يوسف عليه السلام فصرها بان فيه سنوات خير ورزق هتيجي بعد كده هيتبعها سبع سنين من الفقر والحاجة ولذلك لما شار عليهم سيدني يوسف ان هم لازم يخزنوا الموضوع الجمح بالسنة بالبتاعته علشان السبع السنين اللي هتيجي اللي هي مش هيكون فيها اكل ولا مية فالبقرة الوحيدة تفسر بالعام ربما ان فيه بنت عسباء يعني منتظرة زواج ان شاء الله فشافت في الطريق وهي مش هي فيه بقرة هاتجي لها عند الباب على طول تعرف ان ان شاء الله فيه زواج قريب جدا او اذا كان شاب او رجل متزوج شاف في منامه ان فيه بقرة جات لدخل بيته يعرف ان فيه رزق ومال جايله في الفترة المقبلة ربما من مشروحه وداخل فيه او عمل هيجيله في الفترة المقبلة يعني هيربح منه باذن الله العزبال اللي ايضا اللي شوف في منامها بقرة سامينة وكانت يعني وشافتها وكانت يعني مبسوط سعيدة وهي شاف البقرة دي تعرف ان شاء الله فيه رزق واسع هيجي لها وزواج قريب عاجل من شاب مصور الحال باذن الله اما اذا كانت البقرة دي كانت هزيلة وضعيفة ده ربما سوء اختيار البنت يعني في الخطوبة او الزواج غير موفق تمام يعني اذا بنت شافت في المنام والبنت دي كانت عزباء شافت ان البقرة هزيلة آآ جايلها عند البيت ربما اذا كان فيه شخص متجدم لها فهتحاول ان هي تستخير ربنا عز وجل لان الشخص ده غير مناسب لها ويعتبر سوء اختيار اذا اختارت الشاب ده المتزوجة اللي تشوف في المنام ان البقرة يعني بتلاحقها تعرف ان شاء الله فيه خير وريزق هيجولها باذن الله هي وعائلتها باذن الله وتعرف ان شاء الله في حالتهم يعني تكون مصورة باذن الله ايا كانت يعني حتى لو بتلاحقها البقرة وهي كانت خايفة منها تعرف ان شاء الله انها فيه ريزق باذن الله جاية هيجيلها هي والعائلة بتاعتها اما في حالة البقرة الهزيلة ايضا بالنسبة للمتزوجة ربما في مشاكل في مصعف في حياتها اه ربما فقر ربما حاجة ربما مرض ربما عصيان ابناء اه وربما تدل على الاقارب ايضا في السمينة يعني البقرة السمينة ايضا في حالة بالنسبة للمرأة المتزوجة دي تعرف ان اقاربها دول بيودوها بيعملوها معاملة كريمة والدول ايضا لازا كانت البقرة دي هزيلة وكانت ما بين اللي هي الحالمة دي وبين اهلها مشاكل تعرف ان في حقد وحسن سوء وربما حسد من اقاربها يعني ربما في مشاكل في القرس او اه شيء من هذا القبير البقرة للصفراء اللي في المنام او اللي هي البيش دي دي من الاحلام اللي بتدل على الاستقرار بتدل على على زوال الهموم في الفترة المقبلة ان شاء الله زبح البقرة في المنام ليها تفسيرات اه كتير كتا ازا كانت اه صحبة الرؤية عزباء دي يعتبر فيه خطوبة او زواج لها في الفترة المقبلة ان شاء الله اه وازا كانت صحبة رؤية متزوجة ده بيدل ربما في مشاكل اه ما بينها وما بين جزهة ربما تتؤدي الى الانفصال اه ورؤية زبح البقرة للشاب الاعزب هو زواج او صفر او هجرة دي طبعا بتتفسر حسب الحالة اللي هو فيها وزبح البقرة واكل لحمها صالح وغير صالح ده طبعا حسب حالة اه الرأي ربما تكون زوال الهموم ربما تدل على على قرب اه فرج حسب حالة الرأي احباء في الله موضوع اه او تفسير رؤية البقرة في المنام من الاحلام المهمة جدا لو اي حد عنده حلم او رؤية متعلقة بروية البقرة في المنام ياريت يكتبها النفط عليها اسفل الفيديو علشان نقدر نفت بها ناس تانية ما تنسوش تشاركوا في القناة وتفعلوا كرس علشان قناتكم توصل لك برقدر ممكن من الناس دمتم في رعاية الله وامنه والى اللقاء في فيديو اخر والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة